أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية مقتل خمسة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية وذكرت وكالة سبا التابعة للحوثيين أنه تم في العاصمة صنعات الشيعة الرايد محمد محمود والملازم أول حاشد نبيل الطبشي هذا واضفت أن العنصرين سقطوا في جبهات العزة والكرامة في إشارة إلى مواجهة مع القوات الحكومية وأعلنت الجماعة مقتل ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية موسيقى موسيقى